اشتركوا في القناة لمسائل اعتقاد المسلم هذه العقيدة المباركة التي فيها الخير وفيها النجاح في الدنيا وفي الآخرة ومما يجب أن يقوم به المسلم وأن يحققه أداء حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير خلق الله بعد رسول الله أفضل جيل وأفضل أمة بعد أنبياء الله ورسله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والصحابة جمع صحابي والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على الإسلام من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وهو مؤمن به ومات على الإسلام حقهم علينا عظيم رضي الله عنهم هذا الحق لابد من أدائه إذا أراد العبد أن يكون يوم القيامة من الناجين فإن الله جل وعلا لم يرضى على أحد بعد المهاجرين والأنصار إلا الذين اتبعوهم بإحسان فقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أول هذه الحقوق تحقيق محبتهم قولا وعملا والترضي عنهم جميعا يقول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار بغض الصحابة من علامات النفاق يقول الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن هذا أصل كان السلف يربون أولادهم عليه حب أبي بكر وعمر واليوم يقصر كثير مننا في تحبيب أولاده بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه إياهم لفضائلهم واسيرهم ومناقبهم وجهادهم ونصرتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم من حقوقهم رضي الله عنهم الاقتداء بهم وحسن التأسي بهم في العلم والعمل والدعوة والجهاد والتمسك بفهمهم للدين فإنهم رضي الله عنهم أعلموا هذه الأمة بمراد الله وأعلموا هذه الأمة بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم شهدوا التنزيل وواقعوا وكانوا حاضرين لكل آيات الله التي أنزلها على نبيه ومن الآيات الموجبة لاتباعهم قول الله جل وعلا ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة نوليه ما تولى ونصلي جنة مساءة مصيران وقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمن الكفار بمثل ما آمنتم به أصحاب رسول الله فقد اهتدوا فلا إيمان يرضاه الله لأحد إلا على الصفة التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من حقوقهم الاعتراف بعدالتهم ومنزلتهم في الأمة وإظهار محاسنهم رضي الله عنهم ونشرها في الناس واعتقاد أنهم أفضل خلق الله بعد رسل الله والاعتراف بما ثبت من فضائلهم إجمالا وتفصيلا يقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوس العظيم ويقول أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم خير قرون هذه الأمة وخير الناس بعد أصحاب رسول الله بعد نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويجب الاعتقاد بأن أفضلهم العشرة المبشرون بالجنة وأن أفضل العشرة الخلفاء الراشدون وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أبو بكرين ثم عمر رضي الله عنهم ثم عثمان ثم عليه هكذا هكذا فضلهم عند الله جل وعلا وعلى هذا ولاهم ربنا تبارك وتعالى خلافة الأمر بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلته حد المفتري ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي تأمل تأمل يا عبد الله ماذا يقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم أثمان هذا كان يقول الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وله وخطأه مغفور وخطأه مغفور قال ابن عباس رضي الله عنه لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون الله الذي أمرنا بالاستغفار لهم في الآية التي تقدمت وهو يعلم ما سيكون بينهم رضي الله عنهم أجمعين ومع ذلك مع هذا الاعتقاد بأنهم مشتهدون وأنهم بين أجر وأجرين لا نعتقد بأنهم معصومون غيرا أن لهم رضي الله عنهم من السوابقي والفضائلي ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما ليس ما لا يغفر لمن بعدهم رضي الله عنهم فلهم من الحسنات ما لا يمكن أن يدركه أحد بعدهم من النصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام وقد قال الله اللبي عليه الصلاة والسلام قال في أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم غفر الله لهم بجهادهم في بدر اعملوا ما شئتم من ينال هذا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم في عثمان لما جهز جيش العسرة رضي الله عن عثمان قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من ينال هذا الفضل هل ينال أحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة كما نالها الصحابة من يشهد لهم بأنه ما يضرهم ما عملوا بعد جهادهم وبعد بذلهم وبعد نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قالت صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أوحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ما يبلغ المد وهو ملء الكفين ما يبلغ ولا النصف وهو الكف الواحد لو أنفق مثل أوحد ذهبا وذاك أنفق مثل مد ونصف مد برا أو شعيرا أو حبا فكيف يدركون رضي الله عنهم وارضاهم من حقوقهم أيضا الانتصار لهم والذب عنهم رضي الله عنهم وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم والبراءة منه فإن الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم هم نقلة دين الله هم نقلة القرآن ونقلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد أن من تنقصهم أو سبهم أو نال منهم رضي الله عنهم فهو من شر الخلق ومن كفرهم والعياذ بالله أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة منهم قال الإمام مالك رحمه الله في من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هؤلاء يقول الإمام مالك إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين تنبه إمتنا للمقصود من الطعن في الصحابة بأن المقصود هو الطعن في الدين والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا من حب الله وأن يملأ قلوبنا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يملأ قلوبنا من حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأن ينتقم ممن يتعرض لهم بالسوء أو الشتم أو الانتقاص إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة